كشف المرصد الأورو متوسطي لرصد زلازل تعرض منطقة مراكش جنوب وسط المغرب صباح اليوم الخميس تعرضها لهزة ارتدادية بقوة 4.6 درجة على سلم ريشتار وذكر المرصد عبر موقعه الإلكتروني أن الهزة وقعت في تمام الساعة السادسة و53 دقيقة بالتوقيت المحلي وكانت على عمق 10 كم وحسب المرصد فإن المغرب تعرض لنحو أربع هزة ارتدادية أمس تراوحت قوتها ما بين 3.5 درجة في منطقة الحوز تسببت في سقوط سخور أدت إلى إصابة مصور لإحدى القنوات الفضائية كما طلب من السكان ومن الطواقم الصحفية مغادرة المنطق على الفور ومنذ الجمعة الفائت يشهد وسط المغرب هزة ارتدادية متتالية في عقابي الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد بقوة 7 درجات وأسفر عن مقتل آلاف الضحايا والمصابين وصلت السلطات في المناطق المتضررة من زلزال الحوز وصلت جهودها لفتح الطرق والمعابر الجبلية في هذه المناطق وفي هذا الإطار كللت الجهود المضنية التي بدلتها مختلف سلطات منذ وقوع زلزال الحوز كللت بفتح عدة طرق ومحاور سالك نحو دواوير مختلفة التفاصيل في روبرتاج محمد شنتوف ودريس بيوت